بسم الله الرحمن الرحيم نرحب دكتور هاني البناس في مادة تجارب ومؤسسات خيرية وانسانية ضمن دبلوم العمل الخير والانساني الدفعة الثالثة. حياك الله دكتور مع المحاضرة الثانية. تفضل. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا استاذة اميرة وشكرا بالنص التكامل. وشكرا لاخوانا واخواتنا واصدقائنا في كل مكان من المتابعين. ان شاء الله. وارجوكم النهاردة هنالك تصبر معي شوية لان في محاضرة طويلة. وفي بعض المداخلات وفي امثلة كتيرة. فعايز احب تصبر علشان ده سؤال. سألت هولي شابة من بناتنا. واحنا راجعين من لقاء كنا عملناه في تركيا في اول شهر يونيا. الشريحة الجاية. ده الفهرس في حوالي 11 نقطة. مش هخوض فيه كتير جدا. هخوش فيها نقطة نقطة. لكنه مهم جدا علشان السؤال المهم جدا اللي هي تراحته علي الاستاذة مريم. عشان كده مسمي المحاضرة دي في اماكن اخرى من وحي مريم. المحاضرة السؤال الشريحة التانية. مريم وهي انا وهي كنا قاعدين مع بعض في المطار في اسطنبول. وقالت لي كده ايه اللي بيحصل. او ماذا يحدث حينما تكبر المؤسسات وتستخر. سؤال عفوي من شابة من بناتنا. اثار حفيزاتي جدا جدا. وخلاني اكتب المحاضرة بتاعت اليوم. اللي هي تعتبر نص الكلام اللي انا كتبته. فاسبروا معي لان الكلام كتير. واتمنى انكم تركزوا معي. شريحة اللي بعد كده. دي بعد المصطلحات العربية علشان كنت انا بحاول اقول مريم بنتنا. انها اتولدت في الغرب. وطبعا اغلب بناتنا وابنائنا اللي اتولدت في الغرب. اللغة العربية بتاعتهم ضعيفة جدا. فكنت بقول لها الاستنباطات من الافعال العربية. قوية جدا وكبيرة ومهمة جدا. لغة اثرية ولغة غنية ولغة فيها يعني مفردات كثيرة جدا 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 فطبعا من خلال استعمال الالف والسين والته. بيتغير معنى الكلمة ومعنى الفعل اللي احنا بنعملونه. فطبعا مش هخوش في عشرات المصطلحات اللي انا كتبتها. علشان دي بعد كده هو بتكون محاضرة اخرى خالص مختلفة عن المحاضرات تانية. تقضى ليه? سؤال مريم كان ايه? ماذا يحدث حينما تكبر المؤسسات وتستخر? كان ردي 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 الحاد المفاجئ لمريم تستنقع واستنطع العاملون فيها. قلت لها مش فاهمة يعني ايه تستنقع وتستنطع لانها بنت من بناتنا اللي ولدت في بريطانيا. وطبعا يعني يعني ايه استنقاع? يعني ايه استنطاع? الاستنقاع في اللغة العربية هم النقيعة. والنقيعة هي عملية وضع الاشياء يعني نقعها في الماء او المحالين السائلة لمدة طويلة. ها? ولأسباب عدة منها اخراج المواد الكيموية السكريات ضغط المذاقات المختلفة منها او اي اي انها عملية نقع دي نفسها اي عملية سكون. عملية ايه? سكون وركود وندم حركة. ده اللي بيحدث المؤسسات بعد ما بتكبر. سكون وجمود وركود وندم حركة. طب يعني ايه استنطاع بقى? استنطاع سألت في بنتي من بناتنا اللي هي استاذتنا هاجر. اللي هي طبعا نسانها العربية جميل. وما عرفتش كلمة استنطاع يعني ايه? لكن في اللغة العربية الاستنطاع هو سلوك خلقي غير اخلاقي. ولا يحبه عمة الناس. يعني محد يقول لي انا كده انت نطع. يعني ايه نطع? يعني في تبلد في سماجة في لزاجة في عدم اكتراض. في انانية في فردية في التفكير. في تقريب المصلحة الخاصة لي انا على المصلحة العامة للناس. يبقى الثقة للظل المستنطاع. يعني المستنطاع ده يبقى ده متقيل. يبقى عنده جفاء وعنده جفاف في العلاقات بينه بالنسبة للمستنطاعين. بين المستنطاعين وبين باقي الزملاء. وعنده غلزة في التعامل وصفات اخرى. ده المستنطاع. يبقى المستنطاع ركود. المستنطاع سلوك. المستنطاع سلوك. بعد كده. طيب نخش كده عشان اديكم الآن مداخل اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة. الفطرة الزهبية لأي عمل بينشق. فيه اربع اعمال متوازحة هنتكلم فيها. اول عمل هو المؤسسة. الفطرة الزهبية للمؤسسة. عمل المؤسسة هي فطرة وجود المؤسس والمؤسسين معها. وفطرة الجيل الاول اللي يضحى معهم لبناء المؤسسة او لإيجادها من العدم. دي الفطرة الزهبية. دي بالنسبة للمؤسسة اللي بعد كده. اما بالنسبة للثورات والثوار. ففطرة المعاناة التي قضاها الثوار قبل اندلاع الثورة. ثم فطرة المواجهة الدامية والناشئة عن اندلاع الثورة. ومن بعدها فطرة المحافظة على المكاسب الثورة. في الفطرتين او انتين يا شباب بيحصل ايه? بيرتبطوا بقائد الثورة. يولا المؤسس وفريق العمل معهم. اذا قاموا بالتخطيط والتضحية من اجل انجاح هذه الثورة. يعني جيل المؤسس وفريق عبره. يعني كلامنا ايه? من قبل. اذا ضحوا بكل ما عندهم من اجل انجاح الثورة بقده قد يؤدي الى ايه? الى استشهاد كثير منهم. الفطرة الثالثة بقى بتحتاج ان لو كان المؤسس للثورة دي موجود يبقى بيحتاج لفريق عمل اخر. لبناء الدولة. ما يكونش هو الفريق الثوري. مخدين بالكو يبقى يجيب فريق عمل اخر. ما يجيبش لفريق الثوري. وده اللي حصل مع تشيرشيل لما كسب الحرب لعالمية التانية وكان رئيس ودر بطانيا. في الانتخابات اللي بعدها اقوله ده انت متصلحش بقى تخوض السلام. انت خط الحرب بقى. قائد الحرب. كتير جدا ما يكونش هو قائد السلام. اللي بعد كده. اما بالنسبة الانبياء والرسل. فالفترة الذهبية هي الفترة اللي موجود فيها النبي. النبي عيسى عليه السلام. النبي موسى عليه السلام. النبي ابراهيم عليه السلام. النبي نوح عليه السلام. سيدنا محمد عليه السلام. ومن حوله الحواريين. ومن حول اللي هم الصحابة الى اخر. علشان يهدي المجتمعات. فدي الفترة الذهبية لأي دين في العالم لذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم من بعد ثم 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 ده بالنسبة للرسل والأنبياء أما بالنسبة العلماء والإصلاحيين والفقهاء والمفكرين والفلاسفة فها فترة تعلمهم وتفقهم وبعدين مع كده الرفع الوعي المجتمعي من خلال علمهم والمناصرة من خلال مجوداتهم اللي بيقوموا بها سماء قنع علماء أو إصلاحيين أو فقهاء بيلتف حولهم في هذه الفترة اللي هم جيل اللي هم احنا قلنا عليها قبل كده جيل الصحابة من التلاميذ اللي هم بيتعلم على عاديهم بيقول لك تقد تعلم ده مثلا في فقه أبو حنيفة في أبو حنيفة النعمان في أعوذ بالله ومشهر النشيد ده أنا اسم التلميذين بتوع سيدنا أبو حنيفة النعمان اللي أبو يوسف والتاني مش فكر اسمه بس دول هما كانوا تلمزته النجاباء اللي حفظوا على فقه سيدنا الإمام أحمد بن حنف أحمد أبو خليفة النعمان أبو حنيفة النعم مش أبو خليف فشوفوا اللي أخوطنا أبو حنيفة النعمان فيبقى كل فقيه ليه حواريين وكل مفكر ليه حواريين وكل فلسوف ليه حواريين كذلك فدي الفترة الذهبية في وجود هذا الفقيه وهذا العالم وهذا المصلح وهذا المفكر وهذا الفلسوف دي الفترة الذهبية في الأربع في الأربع مكونات مجتمعية بعد كده هو كودي مداخل طب ليه إحنا بنعتبر هذه الفترة فترة ذهبية أول حاجة لوجود الأنبياء والرسل والمؤسسين وقادة الثورات والعلماء والإصلاحيين والفقهاء والمفكرين والفلسوفة وغيرهم من إيه؟ من أصحاب الفكر الأصلي والرسالة الأصلية والرؤية الأصلية والبذل والتضحيات والمعنى ده لأنه هو في معنى حديثه صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني لأنه كان موجود ومعه صحابته نمرة اتنين لوجود جيل معه لما الصحابة والحوارين أو التلامذة بأبو يوسف وغيره فأمنوا بفكر النبي صلى الله عليه وسلم وفكر المفكرين وفكر الفقهاء إلى آخرين نقطة التالتة لوجود الروح اللي عند المؤسس وعند النبي صلى الله عليه وسلم ووجود الأرواح المتأججة داخل أفئلة حواريهم والمؤمنة والراغبة في أحداث تغيير نقطة الرابعة بساطة حياة الرسل كلها بسيطة حياة المفكرين كلها بسيطة حياة العلماء كلها بسيطة مفاقش تكلفة البساطة والتدقائية والعفوية في التفكير الشفافية القدوات المتبينة في المجتمع وفي الفريق التجرد التواضع خبض الجناح الود والمودة والرحمة وليس مجرد الحب الضفران والمغفرة التصارح والتصالح وحدة الرؤية والهدف والمهمة والرسالة التآخي والتآذر كل هذه الصفات الجميلة موجودة في المؤسس والفريق بتاعه أو في الرسول وحواريه أو أصحابه حماسها المخطرة الموجهة والتوكل الثقة والولاء والانتماء الهوية والإيمان الإيجابية والمرجعية الحرية والمساواة والكفاءة والتفضيل الإيصال وغير ذلك من صفات موجودة في هذا الجيل يعني حد مننا يا شباب بيقدر يقارن نفسه وأبكر وعمر وعطنان وعلي والسيدة قديشة والسيدة فاطمة والسيدة عائشة والسيدة عائشة والسيدة حفصة إلى آخر محدش هم دول حواريه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم وعرضهم دي اللي هي نقطة الرابعة بعد كده ايه بقى اللي بيحصل يا شباب بعد الجيل ده ما يروح خلاص الجيل ده بنى رسالة بنى فكر بنى ثقافة بنى قيم بنى أخلاق بنى 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 هيحدث استقرار فحيقل الإبداع هتتحول المخاطرات إلى سياسات وقوانين هتختفي الروح أو تختفي الأرواح هتتهيكل البناءات المؤسسية وتتحول المؤسسات إلى أقسام وإدارات وقطاعات منفصلة قد تكون منفصلة قد تكون مش متوصلة أبداً مع بعضها المؤسس هيصير العمل باخل المؤسسات والمجتمعات مباني عقاب وثواب في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان حيكفى الكسول الذي لا يخطئ ويعاقب النشيط صاحب المبادرات والأخطاء قريلي بس آخر سطر يا أميرة تنعدم الرؤية لأن الرؤية هنا مش بصر إنما بصيرة تنعدم الرؤية لأنها لاست بصر إنما هي بصيرة قد تنعدم الرؤية في كثير من الأحيان الشريحة اللي بعد كده تتحول المؤسسة المستقرة هنا بقى هنا بقى الكلام اللي حيوجع على القلب ويوجع على البط ويجيب صداع ويخلوا واحد يفكر تتحول المؤسسة المستقرة بعد جيل المؤسسين إلى مستنقع ينفذ إليه ويعيش بداخله مين بقى الأنطاع المستنطعين إحنا عرفنا الاستنقاع والاستنطاع عبل كده الأنطاع المستنطعين دول بينشئوا بقر استنطاعية بتعمل ايه؟ بتؤثر لفلسفات الفكر الاستنقاعي الاستنطاعي عشان مش هايزين نعملوا هها جديدة هايزين نريح مخوم مش هايزين نستاذ فضاع مش هايزين ناجتهاد مش هايزين كذا مش هايزين كذا مش هايزين كذا أولا تاني نتحول المؤسسة المستقرة إلى مستنقع ينفذ إليه ويعيش بداخلي الأنطاع المستنطعين المنشئين لبؤر استنطاعية تؤثر إلى فلسفات الفكر الاستنقاعي اللي هو الركود الاستنطاعي في السلوك كمسيرة إصلاحية مجتمعية فهي حصل بقى ايه؟ تتغير القيم تتغير الأخلاقيات تتغير السقافات الفكرية حتى بيغيروا التواريخ لأنه مش هايزين مبدعين دول حد يتكلم عنهم حيقولوا طبقوا احنا ايه؟ الناس اللي ضحوا وستشهدوا كذا 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 مش هايزين يتكلم عنهم لأنهم لو بورزوا أو بورزوا أو أصباح بارزين حيعروا هؤلاء المستنطعين المستنطعين تتغير القيم والأخلاقيات والثقافات الفكرية والتواريخ والفلسفات الإدعية وتتحول فيها أو تتحول فيه داخل هذه الفترة القيادات والرموز داخل المؤسسة والقائمين على قيادة مسارتها إلى مجرد صور وأرقام لا روح فيها وده هو المشكلة وده حقيقة نحن نعاني منه الآن في كثير جدا من مؤسساتنا الاجتماعية حتى مؤسساتنا الاقتصادية حتى مؤسساتنا الفكرية حتى مؤسساتنا اللي هو السياسية حتى مؤسساتنا الإعلامية حتى مؤسساتنا الفنية حتى الفن كان فيه إلى آخر فنانين في قيل الاربعينات والخمسينات والستينات اللي موجودين دعوتي ملهمش أي صلة بالفن ولا الثقافة ولا القيم والأخلاق هكذا قد تصيب من الأمور لأن الأمر استقرب ما فيش اكتهاد حينما لا يوجد اكتهاد سيتحول المجتمع إلى مستنقع استنطاعي حينما نكف عن الاجتهاد هيتحول العلماء إلى مستنقعين استنطاعيين أو مستنطاعين طيب اللي بعدها ما هو المصاري المؤسسي مع الجيل الجيل الأول تعمل إيه أو عمل إيه لنتخيل أن الجيل الأول ده جاهد وناضر وقدم تضحيات إحنا هنضرب مثل ببناء بحيرة تخدم المجتمعات اللي بتعيش حوالي البحيرة دي أو اللي حتعيش بعد إيه من ابن البحيرة أو أو رؤية بناء البحيرة دي إزاي الجيل الأول حيبني البحيرة دي حيكون لنسا قافة ورؤية الرؤية ساخبة عزيمة لا تفتر ده الجيل الأول بقى خلاص جات فكرة إبداعية عنده وحب يبني بحيرة علشان إهدار من أهل أمطة ودي شفتها بأم عيني أو بأم عيني مش كده برض كبيرة العربية وأنا في الصومال وأنا في جيبوتي ها كل سنة تحصل الثيول والثيول دي تذهب للمحيط برؤية ثاقبة عزيمة لا تفتر قيادة واعية قادرة متمكنة وممكنة فريق عمل مؤمن برسالة الرسالة والرؤية الجالية والثقة الرسقة في القيادات في القيادة حبوا يشتغلوا أو يبني البحيرة دي بدون إمكانيات فحبوا يعملوا إيه بقى إزاي بقى هما المسارة بتاعهم كان إيه أول حاجة حبوا يعرفوا الحاجات المجتمعية الملحة والمزمنة للمجتمع قبل ما يبني البحيرة ما فيش حاجة عشوائية ما فيش وحد كده رئيس ولا وزير ولا رئيس وزرسحة من النوم وقال لك اعمل كذا في شهر ولا تخذ لها سنة ولا سنتين كل دا كلام فارر حددوا أولى الخطوات في وسائل العلاج المجتمعي بدأوا في خوض مخطرة ما فيش بحيرة بأنشئت في بلدهم المجتمعية ما كانش عندهم خبرة سابقة آمنوا بوحدة العمل من خلال تحديد وحدة الهدف المجتمعي الهدف المجتمعي إن البحيرة دي بنبنيها علشان المياه اللي بتحضر كل سنة في المحيط نخزنها ونخيم على حددفاف البحيرة وأنهار المنبع وأنهار المصب المجتمعات وثقوا في كل أفراد الفريق والقيادات العليا كان الثقة موجودة الثقة كانت موجودة تحلوا ببعض المعايير المهمة اللي أهمها الصبر الصبر الشفافية المحاسبية المرجعية التمكين المجتمعي التمكين الشبابي القيادي المؤسسة والمجتمع التعددية الانفتاحية المشاركة التشاركية التجميعية لا ما فيش إخصاء ما فيش انتقى بيد ونصمر انت مش عارف إيه لا ما فيش الإنسانية تنبيق معي الإنسانية العدل والمسواة والتأخذ التواضع وحفظ المشناح وتسكية الأنفس اللي وراها ما شاء الله المجتمع يروح في ستين داهية دول إزاي كان هذا هو مصاري المؤسسي مع الجيل الأول الشريحة اللي بعد كده دي البحيرة اللي حنا نتكلم عنها ودي اللي أنا شفتها بأم عيني مش بحيرة يعني نشوفه المصارين اللي في أعلى السورة دول كانوا اللي هي الأمطار لما بتهتل في السودان أو في جيبوتي أو في السومال كانت تخرج في المصارات اللي جاية من الشمال دول الشمال البحيرة وتروح على المحيط فهم عملوا إيه بقى قالوا لابد نعمل بحيرة عشان نخز الأمطار وعلشان نقيم مجتمعات زي ما نتوا فينا البيوت البدائية دي حوالي البحيرة سواء كان حوالين البحيرة أو حوالين المنابع تحت هطول الأمطار أو حوالين مصبات الأمطار دي الأنهار دي في المحيط اللي هما في جنوب الصورة إذا أنتم شايفينها قدامكم واضح الصورة بالنسبة لكم يا شباب هما دكت الرؤية عندهم بإمكانيات تكاد تكون معدومة بإمكانيات تكاد تكون معدومة لكن الرؤية كانت واضحة والعزيمة والإصرار والإيمان إيمان بإيه؟ مش فقط الإيمان بربنا سبحانه وتعالى وده شيء مهم جدا وقوهري لكن الإيمان بالمجتمع والإيمان بالمواطن والإيمان بالثقافة والقيم والعادات والتاريخ بتاع هذه المجتمعات والإيمان ببناء الأجيال المستقبل ببناء الأجيال القادمة فده كان فكرهم عشان يبنوا البحيرة كبيرة دي كلها يخذون المية ويمنعها طبعا أنا بشكر الأخت هاجر اللي هي رسمتلي رسمة جميلة دي كلها من خلال إبداعها الفني ويقول لكم مشكروها وبعتولها ميسيجيس أو رسائل على إيه على شكرا للأخت هاجر عملوا بقى إيه قالوا هنا عايزين نبني البحيرة دي ولي هتقلوا من هنا عشرة لخمتشار سنة خلاص حددوا المصار الزمني وقالوا هنقسم العشرة لخمتشار سنة دول إلى خطة ثلاثية يعني كل ثلاث سنوات أو كل ربع سنوات إيه علشان أو خماسية والله نعمل دراس الجدوة يقول لهم ما فيش دراس الجدوة نقول له يقول لهم المهندسين أو المشعارف كذا ده الموضوع يبقى سنتين يقول لهم لا ستة وشو إيه ده إيه ده إيه المصيبة اللي إحنا عايشين فيها دي وبعن يخربوا اقتصاد البلاد ويشردوا العباد عملوا إيه بقى ده جزء من دراس الجدوة حددوا أولا مسارات والتجاهة الأنهار الموسمية ها اللي بتنزل فيها الأمطار يعني أنا أعرف نهر في السودان يسمى نهر الكيش هو نهر موسمي قد تصل سرعة جريان المياه فيه لسبعين أو ثمانين كيلو أو أكتر لما إيه بتنزل الأمطار حددوا أماكن التقاء أو قرب الأنهار دي بعضها البعض الأنهار الموسمية تتجاهة الأمطار حددوا كميات المياه اللي بتحتاجها المجتمعات اللي هم حيبنوها أو المجتمعات القائمة وكذلك كميات المياه المهضرة في المحيط كل سنة تقريبا 20% 30% 50% 100% درسوا درسوا التداريس المختلفة لهذه المنطقة من أنواع الترب من أنواع الترب المختلفة ونوعيتها درس المرتفعات ومنخفضات الأراضي ونوعيتها اكتشفوا المصادر والثروات زي ما سيدنا ذو القرنين لما راح للناس اللي إذن يفقون قولا وقال لهم هاتوني زبر الحديد قالوا يعني إيه زبر الحديد مش عارفين القطة دي بتاعت حديد ها تكتشفوا إيه المصادر والثروات الطبيعية لكي المجتمعات وفروا المصادر البشرية اللي هتبني اللي هي مسارات الأنهار وحتبني في نفس الوقت البحيرة وعارفوا كفاءتها المتعددة المتواجدة فيها المرة سابعة حددوا مكان البحيرة والله بيقول لك النهار بتيجي من اتجاه الشمال أو الغرب أو الجنوب ومكان البحيرة حيبقوا في المكان ده ساعة البحيرة عمق البحيرة التي سوف تخزن المياه التي تحتاجها المجتمعات التي ستقام على جوانبها ها شايفين ستقام على جوانب هذه البحيرة في مجرد ما هنعمل بحيرة هتيجي مجتمعات جديدة تعيش حوالين هذه البحيرة حددوا ساعة البحيرة وعمقها وأنواع السماء الأسماك والنباتات اللي هتعيش بداخلها غير الطيور المهاجرة والطيور والحيوانات إلى آخرية إلى آخرية اللي هتعيش على دفاف البحيرة نهيكم أنهم بدأوا يحددوا بدأوا يحددوا عدد أبناء المجتمعات المتوقعة اللي هتعيش على منابع هذه الأنهار اللي الأمطار ثم مصبتها قبل أن تذهب إلى المحيط وعلى دفاف البحيرة حددوا عدد فتحات وبوابات استقبال المياه من المنابع إلى منابع الأمطار وعلى الفتحات وبوابات التي هتؤدي إلى خروج هذه المياه إلى المجتمعات المصبات رجعي السريحة اللي فيها شكل البحيرة دي الآيودي يعني شوفوا هنا هو دخول المياه من النهرين اللي فوق دول حددوا كم فتحة وكم بوابة فيها والنهرين اللي تحت حددوا فيهم كم فتحة وكم بوابة ويفتحهم إمتى وإفرهم إمتى علشان يكون في مغزون مياه استراتيجي للحيوانات وللطيور والأسماك وللبشر وكل حد نتقدم بقى نروح للسلاح بتاعتنا حددوا على الفتحات وأبواب باستقبال المياه لما قلنا حددوا حتى عماق الأنهار عشان تتوائم مع عمق المحيرة يعني النهر اللي بتاع المنبع يختلف عن عمق نهر المنبع يختلف عمق نهر بحيرة يختلف عن عمق نهر اللي حيقل من البحيرة قد يكون من الأعلى للأقل من أعلى عشان يكفي انحضار من المياه من المنابع اللي هي محتول الأمطار بين عماق قبير البحيرة للتخزين ثم انحضار مرة أخرى للأنهار اللي بتخرج من البحيرة عشان تلوي المجتمعات اللي في جنوب البحيرة 11 وضعوا البرنامج العاملي عشان عملوا منظومة لتشغيل ده أصبح نظام الناس هتقب بالها من الأمطار ومن الأنهار اللي هم حفروها وغلفوها وبطنوها علشان تستقبل سيدة من الأنهار وناز هتقب بالها من البحيرة وفتحات الأنهار اللي دخل فتحات المياه والبوابات اللي دخل البحيرة وناز هتقب بالها من البوابات اللي خارجها بتتحكم في خلوج المياه من البحيرة وضعوا وضعوا البرنامج العمل لتشغيل هذه المنظومة من خلال فتح وإغلاق البوابات داخل البحيرة حددوا هذه البوابات وفق الحاجة المجتمعية حددوا كذلك نسمة تعميق وتبطين الأنهار زي ما نقول بكده لسه وتستقيم مياه من مياه البحيرة شيف هم بيدرسوا كده أصحاب الرؤى دول من الجيل الأول عملوا كل ده زي ما العظماء في بلادنا عملوا حضرات سواء كان في سوريا سواء كان في العراق سواء كان في اليمن سواء كان في مصر سواء كان في ليبيا سواء كان في الأندلس سواء كان في تركيا الحضرات العثمانية إلى آخر سواء كان في الصين سواء كان في الهند سواء كان في روما سواء كان في اليونان إلى آخر لأنهم كان الناس عندهم رؤى هذا من جهة حاجيات بناء البحيرة خلاص هم كناس مؤسسين هم بدعين عنهم الفكرة دي فكروا في فكرة إنشاء البحيرة اللي هي المؤسسسة يا أخت أميرة في حد بيش أخبط فحجي بيها عندنا شكرا أما حاجة المجتمع دي اللي هتقام فدي بقى مين اللي هحدد في نا بعد اللي هما الناس نفس صور اللي هيجوا في المجتمعات المحيطة بالبحيرة شريحة اللي بعد كده ما الذي سوف يؤدي الى الاستنقاع الاستنطاعي وما السبيل العاج هبقى اللي سيؤدي لزهور هذه الظاهرة الاستنقاع الاستنطاعي يعني الرقود والتنطع أول حاجة انتهى فتة المؤسسين وأبناء جلهم الذين قبلوا بلاءات حسنة وقدموا أربع الأمثلة في التضحيات دم اتنين الوصول إلى حالة الاستقلال المؤسسة ومعناها ايه التمايز بالتالي عدم المخاطرة كثرت كتابة المعايير والسياسات والمرجعيات والقوانين الداخلية المؤسسة اللي قد تكون معيقة تعقيد الهيكل التنظيمي المؤسسة وتحوله إلى وحدات عمل إدارات أو قطاعات تعمل في الكثير من الأحيان منفصلة عن بعدها البعض كل إقدارة وكل ساعات بقى يقول لك أنا مليش دعا بالجنبي زي اللي كانوا بيستهموا على خرق السفينة اللي اللي عايزة ايه اللي تحت الشاب المية واللي فوق ما الشابوش المية كثرت الشركاء من المؤسسات الدولية أو الحكومات والمؤسسات المانحة طب وإيه المشكلة المشكلة إن كل من هؤلاء المانحين له منحة لها ثقافة وسياسة وفلسفة وفكر وعقيدة قد تختلف غالبا عن تقافة المؤسسة المستفيدة منها وقد تقول هذه سياساتهم مقودة العمل المؤسسات التي حصلت على المنح خدت بالكم ليس كل ما يأتي من منح سواء شرقية أو غربية أو شاملية أو جنوية بيكون على هوى المستقبل للمنح بدكت تكون مقودة للعمل وتفرض عليك سياسات وشروط قد لا تستطيع تنفذها شريحة اللي بعد كده كثرة المنح الانسانية المجتمعية زي ما أنا قلت قبل كده في الشريحة اللي قبل كده كل دي المنح دي يا شباب يعني أرجوكم 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 مغلفة بثقافة المنح المتأثرة بعقيدة المنح وفكر المنح وفلسفة المنح وفلسفة المنح وتاريخ المنح وأهداف المنح التي قد تتعارض يعني تعارض شديد مع الثقافات المحلية للمجتمعات المستفيدة من هذه المنح ده اللي هو بيقدر الركود أو ده الركود لأن المنح المنح ما بيقدوش ما لهم إلا المؤسسات المستقرة لأنها كبرت فبتقيه بتستنقع وتستنطع فيما بعد من الأسباب اللي بيقدر الاستنقاع والاستنطاع أيضا هو الجنس أنا مش حوظف إلى بني جلدتها أنا مش حوظف نساء هو العرق هي الثقافة الجماعة بتوعي هم سواء كانوا إسلاميين ولا شعيين ولا لبراليين ولا كذا هم اللي حوظفهم لكن ثقافة أو فكر الدين أنا حوظف بس أولاد الدين بتاعي أو المذهب بتاعي أنا مش حوظف إلا كبار أما الشباب مش حوظفهم الناس اللي عندها فرسافة مختلفة مش حوظفها الناس اللي عندها لغة مختلفة مش حوظفها كل هذه الأشياء بتؤدي الاستنقاع الاستنطاع عدم نستثمر في التالي وده مهم جدا أنا بقولها في كل محاضرة وفي كل مدخلة معاكم في الشباب وهو الجيل المفاعل الذي على أكتاف وتبنى الحضرات والنساء وهو الجيل المكمل للسباب لثقافة سكر المرأة المختلفة عن فكر الرجل وعدم استمار في بناء قيادات المستقبل ده بيؤدي الاستنقاعي الاستمتاعي وعدم الاهتمام بالدراسات والبحوث يبقى إيه الساحل رئيس مجلس الإدارة ومخمخ مخميخة كده مخخيخة وضرب البومبة في الزومبة وقال لك اعمل كذا على الاهتمام بالدراسات والبحث والتنقيب والتحليل عدم الاهتمام بكتابة تاريخ المؤسسة نفسها علشان ما يحسوش بالكمية بالكمية اللي هو المعاناة اللي عانى منها المؤسسين طبعا في سؤال جالي او استفسار جالي ما عارفش لو الأخت أم الشام تقول عليه أرثي أم الشام يا أخت أميرة الجمعيات الخيرية تاخد فئات معينة وخصوصا التي تمثل الهيئة العامة فيها بلد معين هل ينطبق ذلك عليها الجمعية الخيرية هي جمعية مجتمع مدنية يا أخت أميرة وأخونا تسأل بس أنا مش عارف اسم السأل مهندس رواد رواد طيب ليس من حق أي جمعية إنها تنكفئ على مجموعة معينة لأن المال مال عام والملكية ملكية العامة ملكية الجمعية يا أخي الفاضر هي ملكية عامة للمجتمع ومن حق المواطن يسأل الجمعية يسأل رئيس مجلس دارة ويحاسبها حساب الملكية لكن مش من حق الجمعية إنها تدي اللي فيها جهة دون جهة أو المجموعة دون مجموعة مش من حقها لأن من تعرض للعمل العام لابد أن يكون مساءل للنهار من أين أتى بالمال كيف ينفق المال ولماذا يميز بين هذه المجموعة وتلك المجموعة الإغفال عن أو عدم تمكين مؤسسة المجتمع المدني محلية في دول دول تحارب المجتمع المدني ومؤسساتها ولا تسمح أو لا تعطي الحريات للمجتمع المدني ومؤسساتها لماذا وقت أميرة ووقت هاجر لأنها تخشى على أنفسها أو حكومتها تخشى على أنفسها من قيادات المجتمع المدني لا تستفتنش على قواعد شعبية تحب الجمعية ثم تحب هؤلاء القضاء الجدد ويعتقدون أن هؤلاء القضاء الجدد سيحاربونهم أو سينافسونهم فبيحربوها أو يغلقوها أو يقللوا بساحة الحريات المدنية وغير ذلك من أسباب تؤدي إلى تحول إلى المؤسسة المستقرة إلى مستنقعات مستنتعة والله ثلاثة أنا عايش في الجودة وأنا في الغرب مش وأنا في الشرق عشان أو تفتكروا أن في الغرب ما عندنا دول يعني بسم الله ما شاء الله بيتكلموا لغاتهم من مناخرهم من مدنهم وبيعملوا كل حاجة لا في منهم أسوء من اللي عندنا في الشرق لكن على الجميع يعلموا أن الجمعية وملهة وتاريخها وأذبيتها ومشاريعها ملك المجتمع وليس ملك فصيل أو شخص أو مجموعة من الناس نظرة واقعية الاستنقاع الاستنطاعي في البحيرة اللي هي المؤسسة بيحصل بها لما تحصل تستقر فتستنقاع زي المستنقاعات ما شفتوش مستنقاعات يا شباب لما روحت لأفريقيا روحت في أي مكان لما بيحصل الاستنقاع يعني بتتحول البحيرة الى مستنقاع حركة الأنهار بتتباط بسرعتها لأن ما فيش سيانة كل واحد مزك الحتة بتاعته كل واحد بيتخاني مع التاني كل واحد عمل لنفسه ضيعة أو عمل لنفسه محلة مكان كده النقطة التانية بالمسر بالبحيرة اللي هي البوابات اما بتضيق أو بتتقفل أنا شفتها بأم عيني وأنا في الصمار على نهر من نهر شابل البوابات كلها مكسرة ومقفولة وفيه فيضانات على جوانب نهر شابل قبل البوابات دي لأن المياه جاية مثلا من الشمال والبوابات مقفولة فعملت فاردنات على دفاف النهر من ناحية من الجانبين زيب تتسرب وتتفرق المياه الداخلية البحيرة الأراضي المجاورة في صورة فاردنات تتكون على أسرها مستنقعات صغيرة مدمرة لإيه الاقتصاد المحلي هذه الاقتصاد المجتمعات التي نشأت واستقرت حول البحيرة مما قد يؤدي إلى نزوح مواطنية إلى أماكن بعيدة أكثر من يعني معناها هي معناها من الموظفين المستنطعين دول اللي مش عادين يغيروا أي حاجة بيضيع المؤسسة فبيضيعوا خيرات المؤسسة فبيضيعوا المجتمعات اللي بتستفيد منها المؤسسة فبيضيعوا إبداعات مثل هذه المجتمعات فبتتشرد هذه المجتمعات أو بتفتقر هذه المجتمعات أو بتغيب عن الوجود هذه المجتمعات بتتشرزم مياه البحيرة نفسها اللي هي المؤسسة بتستنقى فتصبح مياه رقدة وده بيؤدي لمهو الجراثيم الجراثيم اللي بنسبها في المؤسسة هي اللي هو كل واحد فيه نفسي نفسي ويبقى الكلامان جي يكتره والغيبة والنميمة واللي كذا واللي كذا يكتره وكانهم أعداء كانهم أعداء تخيلوا يبقوا راكبين ملك بواحدة وبكل واحد فيهم بتخانق على الايه على المتر بتاعه أو نصف متر بتاعه لأن كل واحد من المستنطعين الموظفين دول أصبح جراثوم زي ما بتطلع الجراثيم دي داخل البلك والمستقاعات بتؤثر هذه الجراثيم على ليس فقط عن المؤسسة بل عن مجتمع عن المؤسسات الصغيرة اللي هي لسه لم تستقر وبالتالي بالنسبة للبحيرة بتؤثر على المناخ البيئي والاقتصادي لهذه المجتمعات شفتوا بقى يا شباب لما بنبطل نفكر ونبطل ناخد المخاطرات ونبطل نجدد ونبطل نعمل أبحاث ونبطل نشرك الشباب والنساء ونبطل نغير القيادات من فوق اللي تحت ومن تحت فوق بنتحول الى هذا المستنقع اللي كله أبراد وجراثيم وبنتدمر المجتمعات المستفيلة اللي حنا كان ايه بنخدمها فبينزح المواطنين من هذا المكان الى مكان آخر الشريحة اللي بعد ذات في النظرة الوقعية الموظفين بقى اللي هم الأمطاع أنا مسميهم الموظفين الأمطاع لأن يسوقهم استمتاعي وبيبقوا انت معاهم في المؤسسة يعود ويدوك محاضرات تخلي شعرك يشيب أو تخليك تصلع وانت عندك عشرين سنة أو تخلي حتى الأخوات الستات يصلعوا من قطل ما بيشدوا شعرهم وينبحثتهم من الصريخ بيكتر فيها استخدام أو توظيف الموظفين الأمطاع يعني المدير المستنطع بيوظف الموظف الناطع بتشوفوا كده يوظف الموظف أو الموظف هتقول ايه حاضر يا سيدي هعمل لك اللي انت عايزه يا سيدي يكتر فيها استخدام أو توظيف الموظفين الأمطاع بمباركة الإدارات العليا المستنطع مدراؤها فيبثون فيها ثقافة الاستنطاع الوظيفة يبقى الاستنطاع ذا اللي هو التبلد والركود والجمود يبقى سفة عامة لكل الموظفين الذي يحول المؤسسة المستقرة بعدما نمت هذا النبو وقبلوا فيها المؤسسين وغيرهم من الجيل الأول والثاني إلى مؤسسة مستنطعة مستقولة يعني هي مستنطعة مستقولة يعني مستنطعة يديرها أنطاع ومستقولة يكتر فيها القيلة والقالب ويكتر فيها اللغة والجدال والقلاف على إيه بقى؟ على فهميات لغوية ما أنزل الله بأمان سلطان فتنصرف المؤسسة أو أنصرف الموظفون عن سيرة الإصلاح أو عن مسيرة الإصلاح المؤسسي الداخلي وتعدد المسار خلاص هم عالين هي في جدال مع بعض وعن التجديد وعن التمكين المؤسسي والمجتمع والابتكار والاختراع والجداد الحلول السريع والمرحلية واكتف قدرات جديدة حنصرفه بقى أصبح مستنطع يعني لازج يعني تلم وفي نفس الوقت كثير الكلام ومن ثم ونتيجة تنفيذ هذه السياسة الاستنطاعية نجد حتما أن الأدرات العالية قد تحولت إلى عزب ضيع أو ضيع أو إقطاعيات والله الذي لا إله إلا هو أنا عايش هذا الدور في أكبر دولة بتدعم العمل الإنساني الدولي مع مؤسسات عربية ومؤسسات وصولها عربية وصولها إسلامية دون ذكر أسماء ومن ثم ونتيجة لتنفيذ هذه السياسة الاستنطاعية نجد حتما أن الأدرات العالية قد تحولت إلى عزب وضيع وإقطاعيات متجدرة يعني لها جدور نجد بس الوروض على العزب لا لها جدور ومنعزلها كل عن بعضها البعض فتلاقي المعلومة في إدارة مش موجودة في الإدارة التانية والمعلومة مش عايز يدهاله عشان يملكه وبيقول لك لو كنت لسه معاه في 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 أحد المؤتمرات لبعض مؤسسات السورية في في اسمي كده في اسطنبول وبيقول لك المدير لما بيمشي أو ده الكلام ده مش عارف في لبنان حتى المدير لما بيمشي بياخد ملفات كلها معاك بياخد حتى أسماء المتبرعين حتى أسماء المتبرعين حتى أسماء متبرعين على سين لما بيروح للإدارة تانية المتبرعين ده يبتوع هو كأنهم ملك خاص بتاعته متقدرة منعزلة عن بعضها البعض بانيها جدر صلبة بينها وبانيها مثلتها لكل من هذه الإدارات ثقافة استنطاعية مختلفة غير تتميز بالقطاعات والإدارات والأقسام الأخرى في المؤسس أي أن المعلومة هأسمعها يا شباب أنا أعب بشد شعري اللي ما فيه شعر في رأس أي أن المعلومة لا تصبح ملكاً للمؤسسة أو القطاع أو الإدارة أو القسم بل ملكاً لهؤلاء المستوظفين المستنطعين معاً يا شباب وهذا حتماً سوف يؤدي إلى استنقاع المؤسسة يعني ركودها بعد أن كانت مستقرة استحول لهذا مستنقع واضح الأمر يا شباب يقري لي السطر اللي تحت ده يا أخت أميرة يا سمحت الأنهارها من البحيرة خلاص ما بتخرجش مية فبتا كيف فالمجتمعات بتهاجر الأولى بتهاجر عشان الفريضان والتانية بتهاجر عشان ما فيش مياه واضح يا أخت أميرة اللي بعدها إيه الحل بقى أنا حتى دوجتكم معرفش كم ديئة يا أميرة دلوقتي إن أنا دوجتهم الآن 48 دقيقة طيب إن شاء الله الدوجة حتقل خلاصنا إيه الحل بقى يا شباب أن توضع المبادئ والسياسات والقوانين والمعايير المؤسسية من خلال وفي فترة وجود قيادات الجيل الأول أصحاب الرؤى والمهام والقيمة الأخلاقية لا تتركوهم يخرجوا قبل أن يدعوا رؤياهم في هذه السياسات الناس يضحوا بأعمارهم وضحوا بأموالهم وضحوا بعائلتهم وضحوا بجهدهم لابد أن يكونهم البادئين في كتاب هذه السياسات من خلال رؤيتهم كلامهم مش هيكون قرآن بل على الأقل هيكون كلامهم مؤثر لما يأتي فيه بعد كيادات الجيل الأول أصحاب الرؤى والمهام والقيمة الأخلاقية والبرد والتصحيات والإصار لكي يسبح لهم القدرة هم وهم لسه موجودين في المؤسسة على أحداث التوازن المؤسسي بين بناء الهياك المؤسسية ووضع القوانين والسياسات والمعايير من جهة ومن جهة أخرى وضع أساسيات دايمومة يبقى شوفيه السؤال ده من أسماء يا أخت المشام يبقى أقولها مرة ثالثة عشان فيه سؤال جالنا كي يسبح لهم القدرة على أحداث التوازن المؤسسي بين بناء الهياك المؤسسية ووضع القوانين والسياسات والمعايير من جهة ومن جهة أخرى وضع أساسيات دايمومة استمرار تغلية أروح والثقافة المؤسسية كي يتسبح فاعلة مفاعلة ومتفاعلا مؤسسيا ومجتمعيا مع عمليات البناء والتجديد والتمكين المؤسسي والمجتمع وكذلك التوريث القيادي ليس لأبنائي وأبنائك لا المؤسسي المجتمعي الأجامة العقبة أي تصبح المؤسسة كالدراغة ذات العجلتين المتساويتين والمتكافئتين والمتكاملتين والمتناغمتين في العمل عغلة للهيكل والقوانين والسياسات والبحوث والدراسات والتدريب وعغلة للرؤية والقيم والأخلاقيات والثقافات والتاريخ والفلسفات وغيره ولابد العجلتين لتضغى إحدهما على الأخرى في عملها واضح يا شباب واضح منظومة العجلتين دول أو فلسفة العجلتين دول شوفونا السؤال اللي بعثته أسماء يا أخت أميرة أكثر شيء نراه احتكار التواصل مع المانحين مع المدير فقط ولا يسمح للتواصل مع غيره في أي شهر ضمن المؤسس غلط هذا المدير تفضلني هذا مدير فاشل حصل بيني وبن أحد المدراء في أحد الجماعيات المانحة أن احنا هم اتصلوا بمكتبنا في بلد ما وقلوا كفالة اليتيم كم فالرجل قال لهم كفالة بدون مصريف إدارية فالمدير المانح ده أعتقد أنه وإحنا بقى بنسر وقالنا تعالوا قابلوني وروحنا قابلنا يهديك يهديك وقالنا لا ده ما حسبش المصريف إدارية ده بتاع المكتب وبتاع المكتب الرئيسي المهم حب المدير ده يتعامل فقط معي أنا شخصيا وأهان رئيس القسف اللي هو كان جاي معي فحصلا إيه بقى أنا قلت إيه عندي كده قاعدة يسمعه على جثتي طوله هتتعامل مع مدير القسف يا مش هنتعامل معك لأن أنا مش فادي أنا شاعد في المكتب وكذلك المدير الفاشل ده أنا بقول له ويا أخت أسماء قولي له هاني البنة بقولك أنت مدير فاشل أنت مدير فاشل اجعل المانح يعطي المال لمؤسسة يعطي المال لمشروع ما يعطيش المال لشخص صحيح قد نزق في الشخص المسؤول عن مؤسسة لكن لو مات الشخص ده أو ترك المؤسسة تموت المؤسسة والمانح ما تديهاش فلوس ده مدير فاشل يا أخت أسماء قولي له لو تعرفيه شخصيا نقول له هاني البنة سمع قصتك بقوله أنت مدير فاشل ومدير ضعيف ومدير حتدمر مؤسستك إن أجلا أو عجلا ورفضنا أن المدير الجمعية المانحة لنا يتعامل أنا وتقوله مش هتعمل معاك أنا مش فادي وأنت رئيس جمعية ما أنتش فادي كنت بخش علي في المكتب يقعد يكتب يفتح الجوابات ويقابل ده ويقابل ده وتقوله يا مهند شغلك مش ده شغلك تقابل كذا وتعمل كذا مش فاهم المهم فساخنا العقد مننا وبيننا احتراما لكرامة الموظف اللي عندنا قلنا له يا فلان يا بلاش وخسرنا حوالي ثلاث تربع مليون مارك في الوقت ده قبل اليوم ما يخش على أوروبا فيوقت الأسماء رسالتي لهذا المدير أنه أو هذه المديرة أنها فاشلة لأن المال لا يأتي لهان البنة أو لا يأتي لأميرة أو لا يأتي لهاجر أو لا يأتي لأسماء المال يأتي لمؤسسة تخدم الفقير وتخدم النازح وتخدم اللاجئ اللي لم تصرخ في المؤسسة فهو ما تعتعش المال لكن ما تربطش المال بشخص وهذا هي وقت أسماء اللي بعد كده هي وقت أميرة الهيئة التأسيسية تضع النظام الأساسي والتعليمات والتي تمهد بالتطور والتحديث والتقدم ضمن مهام الهيئة العامة والهيئات الإدارية المتعاقبة يعني هنا يقصد عن خلينا نقول الهيكل الأساسي للمنظمات والمؤسسات الهيئة التأسيسية طبعا في البلاد الشرقية واخد بالك والأسف ما يكونش فيها تنوع نحن نقول من نفس البلدات حاجات جمعية العامية ومجلس الأمناء ومجلس الأدارة التنفيذي ومدير التنفيذي جمعية العامية دي في الأعضاء كلهم المساهمين في الجمعية يكون خمسين ستين سبعين لابد يكون اختيارهم في تنوع يا أخت أميرة ويا أخت أسماء لابد يكون في تنوع اللي بيفهم في الاقتصاد واللي بيفهم في الإعلام اللي بيفهم في السياسة وفي المشاريع بيفهم في المنصرة بيفهم في الحسابات وهكذا لابد يكون في تنوع ما يكونش نسيج واحد أبدا لو كان نسيج واحد حيقله نلبس في الحيط أبدا عمره ما كان كده دايما لما تيجي في الجمعية العامية وانتي بتختار الناس بتقول لي عايزين يبقى كذا 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 فلو كان عندك أعضاء أو مكاتب كتيرة من هذه المكاتب بيختاروه لك اللي أنت عايزها دي نمرة واحد مجلس الأمناء لابد يكون متناسخة أيضا يمثل حاجيات الجمعية يمثل ناس فهمين يعني أي عمل إنساني يعني أي عمل تنموي يعني أي عمل إداري يعني أي عمل محاسبي يعني أي عمل قانوني مش أي صاحب ولا كذا ولا كذا ولا كذا نجيبه خلاص لو جبناه ونربس في الحد لما نيجي نعمل مجلس إدارة للموظفين إحنا بنعين الموظف إزاي بنعين الموظف بنعين على الحاجة وكفاءة ما بنعينهش لأنه ابني وبنتي وخالتي وعمتي أخرجي بقى من خالتي وعمتي وابني والحوالية وأصل ده من الجماعة بتاعتنا ده كله كله ده ما ينفعش أنا أعرف مؤسسات مع بعينها بدون ذكر الأسماء الأب والابن فيها والأم فيها طب ناس نجيب ناس من خالة والجران بقى أنت قلولي وهو ده أصلا مؤسسة فشلة ده مؤسسة فشلة تعرف مؤسسة كان يجي الأب وبنته وابنه يروح يلفه عشان يجمعها تبرعات وكل المباني اللي بنوها قاوقها في بلدهم بأسماءهم ده مؤسسة دي دي سرقة مقنعة دي مقدرات المجتمعات مهما كان ده شيخ أو كذا أو كذا أو كذا لا ما ينفعش ما ينفعش قل له المال مش مالك قل له المبنى اللي أنت فيها مش بتاعك قل له حتى اسم المؤسسة مش بتاعك قل له حتى وظيفتك مش بتاعتك انت يخذها مرحليا بعد كده أخت التوظيف لو يستحن الأبناء نعم عندك حق يا وقت اسماء عندك حق أن التوظيف خلي ابنك يقدم زي أي حد بس لازم هو في الجلسة يقول أنا قريب حد أنا مش قريب حد وما يؤخذش إلا عشان برضك ما ننظمش الأبلاء إلا لو كان هو أحسن الموجودين برضك بعض الأحيان الأبناء بيكونوا قدرتهم جيدة جدا جدا ممتازة بس مين اللي يحكم عليهم اللي هي لجنة التعيين المستقلة ليس أصحاب الوالد وأصحاب الوالدة ليس أصحاب الوالد وأصحاب الوالدة نبدأ جعل منظومة التطوع وسيلة لاكتشاف قدرات الشباب يا أخوان أنا حجيب جيل بعدها أنا دوقتي خلاص إن شاء الله بيني وبين العالم القادم يعني أيام وليالي يعني إن شاء الله حجيب بعدها مين أفكر في جملة حجيب بعدها مين ده متطوع لدخل مؤسسة من ثلاثين سنة وجيبه وأنا موجود عشان بفي منظومة لتطوع جعل منظومة التطوع وسيلة لإكتشاف قدرات الشباب وغير الإرضاء الخالق سبحانه وتعالى ونسمى دمانا الاستمرار ديمومة وجود مؤسسة فاعلة متفاعلة متفاعلة ومفاعلة المجتمعات وأن تتولى قيادة منظومة التطوع هذه اللي هما مين الشباب دول بعد كده أو المؤسسين مش أي حد يجيبه يبقى مسؤول منظومة التطوع يجيب موظف لا ما ينفعش موظف من ثمانية الاربعة ومن تسعة الخمس أو من ثلاث الست مين فاعش اللي عايز ربي الشباب متطوعين يكون رجل أو امرأة عندها رسالة حتى لو كانت موظفة يبقى تكون متاحة أو متاح للشباب في أي وقت تلك الخلالات الأولى قبلت بناء الحسن في بناء المؤسس فاللي يكون مسؤولين عن التطوع ده يكون هم الناس اللي خرجوا وتركوا المؤسس وحبوا يربوا جيل تاني أو الرب جيل الأول أثناء وجودهم ويأخذوا الشباب معهم يسفروا ويقعدوا معهم في المكتب ويصاروا معهم ويكلموهم ولما تحصل مشكلة عائلية بين بنته ومش عارف مين ووالدها أو أخوها أو زوجها أو شاب وأخته كذا يعني بيكلم المدير ليه لأنه حاسهم زي أبوه فتورثهم الثقافة والفكر والقيم الأخلاقية والفلسفات الفكرية والدروس والعبن من تاريخ التجارب الأولى مين اللي حيحكرهم الحواديب بتاعته لما كنا ما عندناش مكتب وكنا ما عندناش مدنية كل ناس بيتردونا في السوارع مين اللي حيعل معلهم مين اللي حيقول الكلام ده المطوعيد أنا مثلا موجود هنا في تركيا مع عشرين شاب وشابة من المطوعيد في كندا جايين يزول الأيتام اللي موجود بتكفلهم أحد المؤسسلات للأغاثة الإسلامية فالنهاردة كان عنديها تمانين طفل ياتين بعد كذا في أيتام أخرى وأخرى وأخرى لابد يكون في واحد زي وزيك وزيها قاعدين بيقول لهم التاريخ عمل كذا احنا عملنا كذا يكون ذا ككتاب مفتوح أمامهم أنا وغيري أنا وغيري تولي قيادات الجيل الأول التمكين الإداري المؤسسي المهني التمكين المهني التمكين لمجتمع العاملين السباب يعني هما ينشئ منظومة التمكين القيادي والتمكين المجتمعي للمؤسسة لأولي الشباب حتى يصبح الشباب دول قادة يكون في برنامج دائم لعداد قيادات المسلقة دا دا يعتبر ايه شوفوا بقى يا أخت أميرة ويا أخت هاجر ويا أخت أسماء وكل الشباب اللي عاديين بيسمعونا حذاري إنك ما تعملش منظومة لإعداد قيادات المستقبل وانت موجود كمؤسس حذاري حذاري إنك تخرج وتسيب مؤسسة فرغة من القيادات خاصة لقياة الشباب حذاري أن يكون هناك برنامجا دائما لإعداد قيادات المستقبل من الشباب نبأه في وجود قيادات الجيل الأول لكي يصبح نبعا فياضا أو أكاديمية تأهيلية تأمكانية لتغذية المؤسسة والمجتمعات المجولة واضح النقطة دي لأ لأ المؤسسة كلها يعني كنت مثلا عدوا مجلس دارة في أحد المؤسسات لمدة 20 سنة ومن 30 سنين كنت عايز عمش بقى حسيت الموضوع يعني مش نافع فأنا بقول رئيس مجلس دارة خلاص بقى كفاية علي يعني هو قابل كوفيد قال لي بس نصبر شوي فجي كوفيد فطنشت شوي فبقى من شهرين ثلاثة بعدت الاستقالة قال لي ازاي وبتاع ده عشان تجيب حد جديد قال لي ما انت عارف يا دكتور ان اللي عندي كلهم في مجلس الدارة والجماعة لومية متوسط عمرهم 70 سنة سنجيب ايه احنا عايشين فين منتعاش احنا عايشين فين دي مصيبة انا قلت له انا عايز اخرج عشان تجيب شاب قال لي كلهم 70 سنة شكرا يا اخ فواز خلاص ممكن اخت اميرة تبعت لهم المحاضرات كلها وجه سؤال هل يمكن المؤسسة ان تنجح بالاعتماد على المتطوعين فقط لا في الاول شفتنا اقول لا اعطاني ازاي في الاول انا بعتمد على المتطوعين 100% وذا اللي انا شخصيا عملته من 84 89 وبعدين الاموال كترت وبعدين المشاريع كترت وبعدين الناس عرفونا فلابد بعد كده هو ان ابتدي نعين الناس اللي عندهم قدرة وكفاءة على المحافظة على المال وانا في المحافظة بتاعة المرة الفاتحة الجمعة الفاتحة اخت اميرة فاكرا انت لو كنتين معانا طبعا على الناس بالمصريف الادارية ولا شكرا انا بقولك اللي يقول ما فيش مصريف الادارية عشان اوظف بقى ناس محترفين محترمين يبقى كداب يبقى مدلس مدلس يبقى منافق فانا في الاول قد اعتمد في السنة الاولى والتانية غيرت ما ربنا يكرمني ويصبح عندي دخل ثابت دخل الثابت ده ادفع منه كراء لمكان ادفع منه مرتبات لموظف او موظف على اقل المحاسب نبدأ به الى اخر لكن في مرحلة بنقولك مستوعين وفي مرحلة بعد كده لابد المستوعين يكون الجزء من المنظومة وليس كل المنظومة كان فيه سؤال تاني جهة يا اميرة هل التوسع في قبول اعضاء جدد في الهيئة العامة يمكن من خلال الاستخدام قيادات شابة وتأهيل للمستقبل هو ممكن تكون انت حتى في القانون الاساسي يا اخت اميرة مين اللي سأل السؤال ده جزا والله خير المهندس فواد الحمور اخونا البش مهندس ممكن في القانون الاساسي تقول والله انا انا عايز 30% شباب و30% النساء و40% رجال ممكن تحطها كده قادة مش عيب ده اجتهاد مجتمعي يبقى انت 100% او موظفين تحاول تحافظ على النسبة دي علشان شوف انا لماذا بتتكلم على الثلاث مكونات انا دلوقتي مثلا ليش اني معين وثقافة معينة كرجل اميرة اللي بتتكلم معانا امرأة وكذلك هاجر وكذلك اسماء ثقافتهم مبنية على عواطف واخلاقيات تختلف عن عواطف واخلاقيات انا بحتاج لها لانها بتتعامل مع مجتمع انا ضربت المسل دكتير جدا 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 لما رجال دخلنا على النساء في شمال كينيا خافوا خافوا مننا والاطفال كده تلعوا يعياتهم لما رحل بعد كده معانا ثلاث اخوات شبات صغيرات يا سلام على الزغالية والفرح والابتهالات اللي عملوها النساء والاطفال شعور ربنا خلق الفترة كده في نفس الوقت انا محتاج لشباب لانا محتاج لطاقة محتاج لعفوية محتاج الروح بدعة الشباب خدت بالك اخت اميرة اخ باش مهندس لازم محتاج لدول فممكن نحطها في قانون اساسي وابتدي اعلن عنها ان انا عندي مثلا خمستاشر او عشرين او خمسين او سبعين في عضاء الجماعة العمورية عايز تلت من الشباب وتلت من النساء وتلت واربعين في المئة من الرجال اللي هم اعتبروا اللي هم الناديجين شوية وفي نفس الوقت اقول بقى انا عايز من من الشباب ممكن اكتب بعض التوصيف الى اخير في التخصص بتاعته كان في سؤال تاني يا اميرة هل يمكن تعديل القوانين الداخلية للمؤسسة حتى بواقع طبعا كل القوانين مين سأل السؤال يا اخت اميرة هيفاء او كيف اخت 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 هيفاء كل القوانين دي اجتهدات من حق المجتهد يجتهد وفق تغير اللي هو الحاجيات المجتمعية زمان ما كانت فيه قوانين لمحاربة الارهاب زمان ما كانت فيه قوانين لغسيل الاموار ده ما اما كانت فيه حاجة اسمها جندر او لو النوع وكل هذي الاشياء اصبحت انت بتغياري اللي هو القانون اللي استطعتك وفق المطلبات المجتمعية مجتمع كان مستقر زي المجتمع السوري ربنا يجع الاستقراب يرجع مرة اخر تشرد منه ونزح واصبح في اللجوء اكثر من 13 مليون سبعة نعملهم في الداخل وستة او اكثر في الخارج قانون المجمعيات اللي كان بيطبق على السوريين قبل 2011 يختلف تماما عن اي قانون هنعمله في الداخل السوري او في الدول المجاورة كل هذي الاكتاءالات مهاش قرآن ممكن نعمل نغير في الجمعيات عمش نرجع نغير تاني بعد كده في السنة اللي بعدها او او الاخر وفق التغيرات المجتمعية والحاجات المجتمعية طيب كيف يمكن كفاية الاخت كفاية خضر بسم الله ما شاء الله اسمك جميل كفاية اسمك جميل يعني هذي مسئولية كيف ما يمكن تنبيق الحل زي بقى الكلام النظري بتاع لا ما اتكلم في هذي مسئولية لابد نبدأ من خلال التالي في وجود الجيل اللي اللي بتكلم الكلام ده اخت اميرة بعد ما طلقت العمل التنفيذي لانا اصبح عندي ساعة في التفكير اصبح عندي وقت افكر في كذاكم الاخير اخر سلمان فاول شيء يا اخت اميرة نعيد نعيد كتابة الوصف الوظيفي لكل الموظفين من العام اللي اسمك اصدار انا عندي قراءة كتابتها عن الوصف الوظيفي قبل كده بس كتبدي اللي هو مدير التنفيذي الاعلى ستين ما بين ستين و سبعين و سبعين من وقته او من وقتها انه يكون عمل غير تنفيذي في القراءة والبحث والسفر والدفاع وعمل بحط وحده الموظمات الى اخر عشان يكون عنده فرصة للتفكير وانا هدين المرتبات الكوية عشان ايه وذانا بيعمل الغرب وكلهم في مؤسساته تلاقي المدير التنفيذ الكبير نادر ما يدير المؤسسة اداريا وبتنزل الناسبة دي من ستين سبعين في المية لغا بتوصل ايه لحوالي عشرة في المية او خمسة في المية للعمال لازم كل حد يقدم لي حاجة دي نمرة واحد وده يكون ايه انا بقوله بعد ما اتركت التنفيذ واتركت واتنين نعمل حاجة اسمها قطاع الاخلاقات السلوكية وده مالوش دعوة بتنمية البشرية ليه بقى لان دلوقتي التنمية البشرية يا شباب اصبحت عقوبات واصبحت قوانين واصبحت زي ما تقوله المكافئات ما اصبحتش تربوية زي ما كان اصبحت زي ايه شو اني العاملين وبرضا كان كتابت فيها ورقة اسمها ورقة الاخلاقيات السلوكية مش كون الاخلاقات السلوكية دي قطاع محوري داخل المؤسسة يتقاطع مع كافة الايه الادارات والاقسام والقطاعات لمتالة الاستثمار في ادارة الدراسات شفتنا امريكا عن المتالة زي والبحوث واصنعة الثقافة المؤسسية وقيام ها الاخلاقية وانتاج الفلسفات الفكرية والنظرات الاجتماعية ومنها جيد كتابة التاريخ المؤسسي ليس المؤسس فقط بل القطاع المدني الانساني والاجتماعي المناصرة المجتمعية والحد على اعطاء الحق الاصحاب دي النقطة التالتة مهمة جدا 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 ممكن استاذ هاجر معنا كانت حضرة ورتبنا اللي هو الابعاد وكان برضا اختنا اميرة اللي هو ابعاد ابعاد ايه ابعاد لعمل الانسان الدولي كلبنا فيها عن حاجات دي كلها نعم الاسمار في دعم المبادرات لابد اشجع الشباب لابد اشجع الابتكار والابداع والاختراع والتجديد والفنون والرياضة والتصابق من اجل ايه اختي اميرة حتى بتاع اجل فعل الخير مش كده برضا اينما اربعة نعم الشباب هكبروا امتى اميرة لما اعود اسيبهم كده يتلطموا يبقى مثلا مبادرة بقى خمسمائة دولار ولا بألف دولار اشجع اشجع البنات مفرحنين بيعملوا حاجة نعم الخامسة لابد ننفتح من اول يوم لان منهجية في الانفتاح وبناء الشركات والتحالفات وبناء المنتديات مع المؤسسات المثيلة وغير ما تتوافق ادفها مع ادف ورسالة المؤسسة لابد نطبق سياسة الشمولية المؤسسية يعني هي مشمولية يعني لا يستسنى من المجتمع احد ولا اقصي احد ولا اقصي فصيل فالكل امام المؤسسة سواء لو هم امنوا بتحقيق اهداف ورسالة وقيم واخلاقات المؤسسة ومعيه المنهجة وفرسالة فكرة وتخفض خانوتها والمحافظة على صناعة التاريخ اذا كان الشخص اللي هيعمل معاك او هيساعدك بيامن بلي اهلا وسهلا بكم نمرة سبعة جعل الشاب والنساء جزءا اساسيا في الادرات القيادية العليا لتطبيق مبدأ تعبدية الثقافة وقيم صناعة صناعة القرار احنا ساعات الناس يجيبه السبب عشان يصوروهم وياخدوهم فلوس يجيب الستات عشان يصوروهم وياخدوهم فلوس وانا الانساء وكذا الغرب بدوات وانسان مش عبيد كل واحد بيعرف انت بتجيب ايه الهدف من ده كذلكم الله خير في واحد بيمدحني ما عرفش اشكري اخت اميرة اشراك المؤسسات المجتمعات التي نعمل فيها انا مثلا جيت اشتغل في ادلب او رحت اشتغل في الخرطوم او رحت اشتغل في النيجر في عاصمة النيجر او او اي مكان في النيجر او رحت اشتغل في افغانستان او في اقليم بلوجستان في باكستان الاخير لابد يكون شريك المحلي موجود معاهم من اول خطوة من اول خطوة من اول خطوة اشراك مؤسسات المجتمعات التي نعمل فيها ونعمل من اجل خدمتها او خدمتها في تحديد لؤ استراتيجياتنا المجتمعية اقريل حتة الفضل يا اخت اميرة تمانية المحلية والعالمية يعني يعني الشريك المحلي ده اخت اميرة عشاركم من اول يوم انا عايز اعمل مشروع الميا عشان نروي 10 تلاف هكتار في ادلب مسر اجمعهم معايا سواء كانوا جمعيات او كانوا من الوجهاء او كانوا من اصحاب القرار او كانوا كذلك من المحليات اشتغل معاهم ممكن مكمل عشيكم في العمل الدولي ايه دوركم اللي انتو بتشوفوه في المنظومة الدولية قد يكون ما عندهم ش نفس الخبرة لكن على الاقل استأنس براءهم ومن يدريك لعل الحكم تأتي من عندهم شيفي فواز بيقولي اخت اميرة العمل الخيري والانساني تطوعي ولعل العائد الشخص اللي ما ضمون ذلك قد يجعل وجود الشباب والنساء صعبا في بعض الشيء يعني لا ومش تطوعي على طول حتى هنا المتطوعين يا اخ فواز ساعات بيصفرهم في اليوم اجل مواصلات وواجبة ما انت بالتالي مش هديك مرتب وما عندكش انا بديك خبرة وعالاقل مش هتتكلف انت هتاخد اوتوبيس ولا تاخد التاكسي الجيني هتفعلك الاغرب بتاع التاكسي وهتديك واجبة لغاية ما تتدرب ورب الله على كده تحاول تتوض الى وظيفة العمل الانساني اصبح يا اخ فواز مهنة وحرفة ومصار اجتماعي لا بديل عنهم العمل الانساني او مؤسسة المجتمع المدني المحلية هي البانية للقاعدة المجتمعية وهي المفرزة للحلول المجتمعية والقيادات المجتمعية المستقبلية هي المؤثرة لفلسفات الفكر المجتمعي وكذلك استقراء واستشعار الاخطار التي ستنبت من داخل المجتمع قبل ان تتحول الى مشاكل صعبة فده دورهم فما اقدرش احطهم كلهم متطوعين استفيد متطوعين ما فيش مشكلة شوفي بلال نعمان بيقول اي اخت اميرة بعضهم متورعين ما يصرف على فريق العمل تبعوا بحجة انهم مؤتمن على المال يعني في بعض المدراء هم متورعين انه يصرف على على المتطوعين في حجة انه مؤتمن على المال فلا يتم صرف هذا هذه الوجه او هذه هذا لا هذا الاسف يعني الورع شيء على نفسك مش على الغلابة والمساكين انا مثلا عندي اسرة الام ارملة وعندها طفل متخرج من الجامعة ودخلها وبصلا لقدها فالورع بتاعي حيخليني لما ابنها يجي التوع عندي او بنتها او من الورع اننا مش هاكل اكلك اكل او من الورع مش هديك المواصلات ورع ايه ده الورع علي انا علي اعلايا نفسي لكن ما يكون فيه بند للمتطوعين فيه بند للمتطوعين الورع فيه اللي هو الاحسان للتعامل مع الناس الاحسان في فهم مسيرة العمل الانساني الاحسان في حفظ اصرار المجتمعات زي مثلا حفظ اصرار الولاية والنساء اللي حصل لهم بنسميه ايه ولا يعزوا بالله حصل فيهم شيء سواء كان في السجون يعني ايه عتدي عليهم او في اي مكان ده هنا الورع الورع محافظة على المال بتنميته انا عندي مال بيخش لي كل سنة يبقى عندي منظومة بصرف فيها في العمل الاغاثي جزء بصرف فيها في العمل التنمي جزء بصرف فيها في العمل التأهيل جزء بصرف فيها في العمل الوقفي جزء والعمل اسماري جزء على حسب قانون الدولة يعني مال اليتيم لما بيكون القريب مؤتمن عليه فمن حق هذا المؤتمن أنه ينمي مال اليتيم لأنه يكبر اليتيم لا يتركه كده عشان يأكل ولا هو كمان يأكله كله طيب لما تسعى تطبيق المعايير الإنسانية وأولها أولها الشفافية أنا دي بقى شوف يا أخت الأسماء إحنا بنتكلم على ناس شازة فكريا ناس يا أخت الأسماء شازة فكريا أنا عشان متطوعة وبجيلك تستغلني حرام ربنا عمر ما حيبالك في المؤسسة ولا في أموال المؤسسة ولا في الشخص ده اللي بيعمل كده أولها الشفافية أنا بسألك بقى دولتيا وقت الأسماء قولي للجمعيات دي اللي هم متورعة متورعة يطلعوا التقرير المالي المراجعة قانونيا ومحاسبية وينشروعها للصفحات بتاعتهم ده ورعا قولي لهم تصرفوا كم مصريف إدرهية بيخبوا ساعات إلى آخر نمر عشرة ودي حتة أنا معتز بيها جدا الأولى اللغة لا دم يمكن لها لغة العامل الدولي حاليا بتعامل مع لغة العصر اللغة الإنجليزية لا غبار على كده خلاص يا شباب اللغة التانية بالنسبة لي دي اللي تعتبر اللغة عالمية دولية اللي هي اللغة العربية لأنها أغنى اللغات قاتبة ولأنها اللغة التاريخ وحضارة حديثة ومتنوعة ولغة بيحبها ويحب كتبها اللي هو القرآن واحد وسبعة من عشرة أو واحد ثمانية من عشرة مليار مواطن ولغة خمسين في المئة من النازحين واللاجئين من أبناء لبقى أنا لابد أن أنا أطالب يا أخت أسماء وإخ فواز وإخ أميرة بأن اللغة العربية تكون هي اللغة محورية في العمل الإنساني على مستوى العالم كله فكون مستعلي كده أنا أتكلم عن اللغة العربية اللي بعدها أختها أميرة ما السبيل لتصحي المصال المؤسسي ومنع الوصول لمحسة إلى هذا الفكر السنقائي الناس كانوا شريحة بسم الله خلاص ثلاثة أنا طولت عليكم قوي يعني أول حاجة أبيل معايير دي كده الإيمان الرئيس الصديقة المتجردة وضوح الهدف ثلاثة فهم الرسالة عزم المسئولية مشقة المهمة صعوبة الطريق كل الأجندي تكون واضحة بالنسبة لنا ومؤمنين بيها طول الزمن الكافل تحقيق هذا وقلة الأمكانات البشرية والمادية تعاشت الخيادات العليا مع المستوعين هنا بقى نرجع المستوعين مرة ثانية ومع الشباب من العاملين نقل خبرات من خلال برامج منهجية ولاسة عشوائية احترام أصحاب الحقوق من الفقراء والمساكين تقدير واحترام المؤسسات المنافسة والأفراد المبدعين أنا مش هقعد أغتاب المؤسسات المنافسة التمليك والتمكين المجتمع المؤسسة هنقول للمجتمع المؤسسة الملكة كنت ما بنعينش حد في السر ما بنرفتش حد في السر دي بعد كده يا أخت أميرة الإيمان بأن كل ما في المؤسسة من معلومات وعصول وطروات ملكاً للمجتمع أنا مش فهم السؤال ده أميرة اللي جاء قبل كده بس شرحولي أنت بعد النقطة دي إن كان المتبرع من المال كيف يتم وص يعني إصال فكرة للمتبرع إنه اقتطاع جزء من هذا المال للمتطوعين يعني المتبرع يعطينا المال كيف إنه أنا بدي وصل له فكرة إنه نحنا بدنا جزء يعني أظن هنا يجب أن يكون هناك هيكلية ويوجد هناك وثائق خاصة بالموضوع المتطوعين شوفوا يعني المتطوعين ده الأقل للناس اللي هنعنصف عليهم فمن عامة الدخل اللي بيخشلنا من عامة الدخل اللي بيخشلنا أنا بعمل برنامج يكون برنامج زي برنامج المية زي برنامج الصحة زي برنامج التعليم للمتطوعين يعني مثلا مؤسستي للأخ اللي هو والأخت مش فاكر مين اللي سأل السؤال دخل لي خمسة أو ستة أو عشرة مليون دولار أقل أو أكتر خلاص أنا عندي برنامج للتعليم وبرنامج للصحة وبرنامج للأكل والشرب والحاجات دي كلها وبرنامج للإيواء وكذا وبرنامج المتطوعين ممكن أحط لماذا في هناك في برنامج المتطوعين مش فقط بأخذ فلوس المتبرع ده هو الواحدة ده بعمل ده ما تقولي وعاء لكل هذه المشاريع ومشروع المتطوعين لا يقل تماما عن كل المشاريع الأخرى اللي نتكلم عنه ما برضك ممكن ما يتبرع عليك أنا مش عايز ما لي يروح في الأبحاث مش عايز ما لي يروح في التأهيل أنا لازم يكون واضح معهم لازم يكون واضح مع كل هؤلاء ولي عايز يبرع يبرع رزق ده من عند ربنا ولي مش عايز يبرع يتبرع لحد غيري طيب الإيمان بأن كل ما في المؤسسة معلومات وأسلوها طروات ملكة للمجتمعات فعرف النقطة دي يا أخت أميرة التي استأمنت هذه المؤسسات لاستثمارها في بناء مجتمعات يعني المجتمعات ديتك الفلوس في ناس أنت عارفهم وفي ناس مش عارفهم من مجتمعات واستأمنوك عليها عشان إيه عشان تبني المجتمع بتاعهم وعشان تحافظ على وحدات لننسيج لننسيج الأربطة المجتمعية وعشان تصنع قيادة صناعة قيادة المستقبل مش عنا مقول دلوقتي في مشكلة في التعليم في سوريا في أطفال بقالهم خمس سنين ما دخلوش هنعمل فيهم ايه دول هنأهلهم هندربهم هنعلمهم كتير جدا من المتبرعين ما بيدوكش أكل للتأهيل والتدريب والتعليم كله أكل 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 طب والعشر والناس اللي مدخلوش في المدرسة بقالهم الشباب والبلاد ندخلوش بقالهم أربع خمس سنين أو سبت اثناء وعشر سنين هنعملهم هندخلهم في برنامج التطوعي عشان يتعلموا يتأهلوا كذاكم الأخير يا أخ سليمان ايه تاني بقى كتابة المثاق الإنساني الأخلاقي يعني ايه فقيت لجماعة الخارية اسألي بس السؤال ده يعني ايه فقيت لجماعة الخارية كتابة بس يعني ايه فقيت الجماعات الخارية كتابة المثاق الإنساني الأخلاقي المهني للمؤسسة والقطاع المدني كذلك إصدار قسم للعمل الإنساني ده بدي احنا بقى نتقدم هذه الاقتراحات لا 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 فيش حد أبدا يا أخ أسما أبدا 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 يكتب مال يكتب عقار باسم وده يبقى مجرم وتبقى مجرمة يبقى ما قالهم النار والعاذ بالله أبدا أنا بقولك أبدا وذكري اسمي وخش عندهم قلهم أنتم مجرمين واللي قال عليكم مجرمين اسمهم كذا كذا ويقابلوني تكتبي الأرض باسمك تكتبي العمارة باسمك وده مال العام تعال المسلمين أبدا ما حصل ولا نسمح له أن يحدث ولا نسمح له أن يحدث ده منهج دعا بقى بالدين للي قبل الخلق قبل الدين طيب شو في الأسئلة اللي عندك ديها يا أخت أميرة على الزكاة والتاني نعم هي تسأل أنه هل يعني نعم هي جماعيات الخيرية هي تعتبر لها مخصصات من مصاريخ الزكاة أظن هكذا تسأل تسأل سؤال شكرا هي هكذا طيب يعني مصاريخ الزكاة معروفة حتى العامين عليها معروفة يعني كل حاجات دي الحمد لله مشروحة وانت بعد كده كرئيسة مؤسسة بتقدري المصاريخ دي أو بتقدري الانفقات دي ممكن مثلا انت عندك تأتمن مصارف للزكاة في بلد معين في مصرف ألف وما مش موجودين فتأسميهم على ستة أو تأسميهم على خمسة يعني مش كل المصارف الزكاة موجودة في كل بلد أو في كل مجتمع يا أخت أمير وأخت بالك وساعات المصاريف الإدارية اللي هي العامينة عليها وأماكن صعبة لوصول إلى المستحقين فيها بزيد عن 10% دي ما نقول في الحلقة اللي فاتب بتاعة المصاريف الإدارية فدي كلها مبنية على التقدير مبنية على الحاجة المجتمعية مبنية على صعوبة وصول الأموال المستحقية في سؤال تاني يا أخت أمير عبد المقلص السريح دي لا يوجد دكتور يا مود أخلاق قلت كتابة المساق الإنسان الأخلاقي المهني المؤسسة والقطاع المدني وإصدار قسم العمل المدني الإنسان الاجتماعي يعتبر مساق شرف عمل هذه المهنة يا شباب العمل الإنساني عمل مجتمعي أصبح مهنة زي الطب والهندسة والزراعة والتعليم وكل المشاركة في بناء نقابة أو منتدى اتحاد مهني بشرحين السؤال ده بعد ما خلص القراءة دي يا أميرة المشاركة في بناء نقابة منتدى اتحاد مهني اتلافات لها السلطة ما سبق واستصدار شهادة الاتزام بتنفيذ كل هذه المعيين كجزء أساسي لحصول على الترخيص دي كان بعض الحاجات اللي احنا طلعنا في فكرة وقت أميرة انت وهاجر الملتقى اللي احنا عملنا في اسطنبول ستة عشر ثمانية عشر يوليا اللي كان فيه اللي هو أبعاد العمل الإنساني الدولي دول النقطة تعليقات المساق وبناء النقاة دول دول من المخرجات المؤتمر المحافظة على الرموز والقليلات المجتمعية القدوات الحسنة الذين أبلاؤوا بلاء الحسن من التضحيات لبناء المجتمع حتى بعد ما موت والذي كان دائما بذكر وذكرت العبريكية في محاضر المحاضرات الدكتور عبد الرحمن الصمت الدكتور فريد القرشي يعني كل الناس عرفه عبد الرحمن الصمت رحمة الله عليه محدش يعرف القرش فريد القرش كان هو المشي في العالم لهيئة الغرس الإسلامية العالمية في الجده في السعودية واللي أخرج الهيئة من غرفة في مرابط العالم الإسلامي إلى أن أصبحت هذه المؤسسة العالمية الكبرى مات رحمة الله عليه بتلايف الكبل أو المرض التهاب الكبل محدش عرفه عيب علينا وفي المدينة وفي مكة وفي الطائف وفي الرياض هم دخل هاي التغيسة العالمية حاليا اللي بعد كده يا وقت أميرة تطبيق هذه المبادئ المعيير تدوين وتدريس التاريخ المؤسس المؤسسات على حدة وتاريخ اقتع المدني وفعالياته على مستوى المجتمعات يعني حاجات دي نعلمها للشباب تدوين أثار الأدوار التي قامت بها هذه المؤسسات في بناء المجتمعات والحفاظ على وحداتها المجتمعية وتربط أستجاتها المجتمعية جعل أبواب مهم جدا أنه النقطة الثالثة أبواب الاكتهاد والإبداع والتجديد والابتكار والافطراع مفتوحة دائما من أجل وجود الحلول الأمثل والأسرع والأقل التكلفة والأقصر تأثيرا والتي تحقق مبدأ المشاركات التمكنية المجتمعية المحققة لأهداف ورؤى ومبادئ وسياسات والستراتيجات المؤسسات والقطاع المدني والحكومات المحلية كل هذه الأشياء بتخرجنا من الاستقرار الاستنقاع الاستنتاع للحلول أنا أعسف النهاردة المحاضرة كانت طويلة شوية يا أخت أميرة الدورة عندكم رائع ما شاء الله دكتور نزاك الله وخيرا وشكرا جزيلا هاجر من شاركة الملاف نزاك الله ربنا ربنا وإحنا خدمينكم في أي وقت الأسبوع القادم ما المحاضرة الأسبوع القادم الأسبوع دي يمن خميس يمن خميس يمن خميس دكتور فقط عندنا بعض المداخلات من الأخوة فقط نريد في بعض المؤسسات الموظفين يحتكرون ممتلكات مؤسسات تحدثت عنها ممتلكات مؤسسات في شكل شخصي هل يجوز تحويل الأموال الزائدة في المشروع الأضاحي بعد الانتلهاق من الموصل ليداعي في حساب المؤسسة أم شراء لهم في المباعدة التي زادت هو دا كان حصلت لنا المشكلة دي أخونا دا اسمه ايه دا في السؤال دا السؤال دا في كل بتسأل كل حاجة جزاكر الله خير يا وقت أسماء احنا في التسعينيات من القرن الماضي كان قبل بقى الانترنت وقبل الحاجات دي كلها كنا بنبعت الحملات بالبريد فلما البريد بيوصل من شرق أمريكا لغرب أمريكا بياخد كذا أسبوع فتوصل بعد عيد الأطحى وبعد أيام التشريق فالفتوى اللي طلعت ايه فتوى اللي طلعت إن لم تستطع دبح الأضاحة في أيام التشريق كلها فعليكا أنك تجمعها وإما تضفها المزاني السنة العام القادم أو تتأملها فيها بعد في فتوى أخرى عملها لنا الدكتور العسار رح مطلع عليه الممكن شارج الحجة كله تتبع فيه استثناء ليه لأن فيه زمان كانت البريد بيتأخر البريد كان بيتأخر أسبوع وأسبوعين وثلاثة حاليا حتى ممكن يكون القدرة بتاعة المؤسسة التنفيذ في أيام التشريق صعبة فتضطر إن يتنفيذ بعدها إحنا بقى كنا بنعمل إيه أخت أسماء قبل السنة ما تبدأ وقبل الموسم ما ييجيك نقول إيه نشوف عدد الأضاح اللي إحنا دبحنا في العام الماضي مثلا 10,000 أضحية نوم إحنا شاريين 8,000 أضحية نوم 80% قبل اللي هو عيد الأضحى على أقل 6-8 أسبوع نبعة الميزانية بعيس المكاتب تشتغل على 80% مزيد السنة اللي فات خلاص بعد كده هو اللي بيزيد بنكمله لغاية أيام التشريق بعد كده حصل لنا شيء تاني يا أخت أسماء في أماكن الصراعات المسلحة خاصة لما بدأت لبسنا لقينا أن إحنا نبع أضاحة حية بنقطع الصراوة الحيوانية وإن لا إحنا هندبح في أيام التشريق في الخارج رجعي السورة يا هاجر تاني إحنا عشان نبس منورة كده إحنا هندبح في أيام التشريق وهنعلب اللحوم دي تتوزع بعد كده في أيام أخر يعني إحنا نبعنا في الأربع أيام بتوع التشريق لكن بعد الدبح ده كان مثلا تطلع عدد أضاحة دي كلا بنخدها الهاج اللي هو من بنك الإسلام التنمية 30 ألف رأس الهاج ومسلا يمكن 15 أو 20 ألف رأس من الأضاحة و45 ألف دول بيتدبحوا في نيوزيلندا أو استراليا وبعدين بعد كده هو بتعلبوا بتاخد لها مثلا أسبوع أسبوعين أو أكتر وبقى كيف بتوصل للمستفدين أو الأصحاب الحقوق أسف مش مستفدين فيما بعد ده كان الحاجات اللي هم تعامل فيها مع مشروع الأضاحة بالذات مشروع ده خلي بالك عندنا احنا في المؤسسة كان بيصل لمدة ألف رأس فتضل إيه الأسرة التانية وقت هل من حق الموظف أو المتطوع معركة أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية الخيرية بالله عليك يا أخت أنا مش عارف يعني أعمل إيه عاني هل السؤال ده فيعن حقيقي وواقعي هيا أميرة أميرة نعم دكتور هي سائلة لا ليس يعني ما هي أسرار يعني عضاء مجلس الإدارة أسماء لازم تحط لازم تحطوا على أول صفحة نعم ولازم تعرف حتى عندهم الزم الملي بتاعتهم ومن أعين لك هذا وقوم إزاي وراحوا إزاي وتعليوا إزاي ومشوا إزاي ده ما العام ما العام ما العام لبعد كده أخت أميرة نعم دكتور في في فقط مداخلة يتحدث عن مشروع الأضاحي أن المؤسسة لم تنتبه فبالتالي لم تضع خطة خطة لها الأمور كانت عشوائية أثناء توزيع أو الأضاحي أدى إلى فساد لكم الأضاحي يعني لعدم معرفة الحوظة وهكذا خلاص عايزه بالله خلاص ما نكررش أنت تعلم من خطأنا تعلم من أخطأنا ونسأل الناس اللي بيعملوا مشروع هذا مثلا إحنا بدأنا مشروع الأضاحي في الأغلاق من سنة 1986 86 يعني بقالنا دلوقتي 36 سنة 36 سنة فلو عددنا عدد الرؤوس اللي تدبحوا ممكن يصنوا مليون في 36 سنة دور الريادة والمشاركة المجتمعية أصبحت شعارات هل سوف تساهم في الفلول في داخل المنظمات المؤسسات الخيرية وهالريادة والمشاركة المجتمعية دي لابد يكون حقيقة مجتمعية يعني إيه يعني أنا بتكلم في شعار عندي الريادة المجتمعية إزاي طبقي إزاي مشاركة المجتمعية طبقي أطبق المشاركة المجتمعية إزاي إن أنا قاعد على الطاولة من أول يوم في تصميم المشروع وعمل اللي هو وإدرس اللي احتاج مع المؤسسة المجتمعية المحلية مع الشريك المحلي من أول يوم ريادة المجتمعية اللي هو ان انا براجع نفسي بشوف انجازاتي من خلال بناء المجتمع اللي انا بحاول ابنيه دي ريادة مش قيادة فقط قيادة شيء وريادة شيء تانية ريادة اعلى من القيادة انا ممكن اخذ المجتمع عشان عندي فلوس كتير فحاول ان انا اشتري الجمعيات لكن ابقى رائد يبقى عندي تميز ايه تميزي هل انا حلت مشكلة ميا هل انا حلت مشكلة تعليم هل انا حلت مشكلة الطلاق او العنوسة هل انا حلت مشكلة التصرب من التعليم من الاطفال هل انا حلت مشكلة العمل البطالة سوري الاس البطالة هل انا حلت مشكلة الاعتداء على الاطفال واعتداء على النساء واعتداء على الزوجات دي ريادة نتيجة لعمل متميز اصبحت انا خبير فيها يبقى انا رائد. يسمع لي. ده كلا عملتنا مشاريع فقط لم تؤدي الى شيء. مجرد ان انا ايه? بعمل آآ علامات كده ان انا نفست نفست نفست. ده كلام فارغ. ده في ريادة ولا في خيادة. نعم دكتور. نترك نترك الاثر في المؤسسات الخيرية والانسان. ده ريادة. ده ريادة. ده الساعة كام يا اخت اميرة. يا الله العزيمة. ساعة ساعة. ساعة. ساعة واربعين دقيقة. الله يحفظك يا رب. سلمنا على السبب اللي عندك كله. الله يسلمك يا رب. ان شاء الله موعدنا يوم الخميس مع المحاضرة الثالثة بعنوان الدعم النسك الانساني. يا سلام. اوه متعب المبوضة. الله يحفظك دكتور. شكرا جزيلا اليك وارك الله فيك. شكرا اني يا هاجع الجزاك. الله خيرا. شكرا لكم.